اشتركوا في القناة ومن ينبغي تقديم أهل العلم والفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ومن حق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين والفضل فيهم وأهل العلم الذين يخافون الله عز وجل والأقرأ لكتاب الله والأحفظ هو الأولى ثم الأعلم بالسنة ثم الأسبق هجرة ثم الأسبق إلى الإسلام ثم الأكبر سنا وأما الصلاة خلف الفاسق فالراجح صحتها عند جمهور العلماء لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلف أمراء الجور يعني الظلم وقد جاء عن الصحابة أنهم صلوا وراء الحجاج فتصح الصلاة وراء الفاسق وخصوصا إذا تغلب ولكن نحن ما نختار فاسقا أصلا علينا أن نختار إنسانا صاحب دين ما عنده ترك واجب ولا فعل محرم الأخت أم الحارث من العراق تفضلي الأخت أم الحارث أم الحارث طيب الأخ عبد الله عليكم سلام عليكم يا عشاء عليكم سلام طيب بركاته كذل الحال عفوش طيب الله يحييك يا أخي ترك بالسؤال بالتامين الصحي هذا أيوة حق الكفلة ما كفلة طيب والثاني شيء الشؤال الثاني عند الكفيل هذا اللي يشيل عليك يعني بالشهر 200 يعني تكفل بمقابل كفلوش أيوة طيب إذاك الله خير حياك الله يا أخي طيب طبعا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل وهذا تقديم الفاضل على سبيل الاستحباب في طريق السفر ينبغي مراعاة هذه الأشياء أما واحد مثلا عنده فسق ظاهر تكره الصلاة خلفه فلا ينبغي أن يتقدم وعلى الناس أن ينصحوه هل تجوز صلاة وراءه نعم ولو كان علي فسق ظاهر مع الكراهة طيب هددها بالطلاق إذا زارت خالتها صلة الرحم واجبة ولا يجوز إنسان أن يمنع زوجته من صلة الرحم لكن صلة الرحم تكون بوسائل أحيانا يحتاجها هو فتقدم حاجة الزوج طبعا والأقارب درجات وصلتهم أيضا مراتب ودرجات الأقارب مراتب وصلتهم درجات فيه ناس يصلون بالزيارة الشخصية وناس بالهاتف وناس بأرسال هدية والسلام مثلا ونحو ذلك لأن المطلوب مع الإصلاة الرحم يصال الخير وكف الشر ما ينبغي له أن يقول أنت طارق ذابة بيت خالتك لكن لو قال الآن هي تمتثل وما تذهب وهو يأثم إذا منعها من بر أهلها ويتصبر وتحتسب وتصلهم بالهاتف الأخ محمد تفضل الأخ محمد من العراق معنا عليكم سلامة وبركاته تفضل الله رسوله طيب إن شاء الله الله يحييك يا أخي شيخ عندي سؤال تفضل أنا شيخ ما حكم إيش دراسة المقامات دراسة المقامات طيب 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 معا سؤال الثاني قول الخطيب يعظكم لعلكم تذكرون ثم بعد ذلك يهلل المصلون هل هذا شيء وارد؟ طيب جميل سؤال جيد جزاك الله جزاك الله خير حياك الله يا أخي الله يحييك قضية فتنة مسألة الزواج دون سن الثامن عشر أما زواج الصغيرة فهو حلال في دين الله رغما عن أنف الذين يقولون بتحريمه ويحرمون ما أحلى الله طيب الآن يعني الآن لما ورد في كتاب الله عدة التي لا تحيض واللاء لم يحيضنا لم يحيضنا إيش عدة التي ما تحيض ثلاثة أشهر سواء ما تحيض لصغرها أو ما تحيض لكبارها طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وعمرها ست ودخل بها عمرها تسع والحديث البخاري ما يمكن إنكار هذا أبدا ولا جحده لكن ولي البنت ينظر في مصلحتها فإذا رأى أنها ما عندها أهلية ما يزوجها صغيرة يعني غلط يزوجها إذا كان ما عندها أهلية لأن البنات يتفاوتنا يعني ممكن نصير مثلا واحدة عمرها 13 سنة جاهزة للزواج وممكن واحدة نصير عمرها 20 سنة وما هي جاهزة للزواج الولي يقدر ذلك وكونن نروح نحط سن الثامن عشرة يعني عمرها 17 سنة أنت عندك حرام لا تتزوج إذا كان عمرها 17 سنة هذا كلام هذا كلام تمنع المرأة إذا كان عمرها 17 سنة من الزواج طيب 17 سنة ممكن تكون ناضجة جدا و17 سنة ممكن تخاف على نفسها الحرام الآن أطفال يرتكبون الفواحش أطفال أطفال فإذا ما عصمنا هؤلاء وحمينا هؤلاء ما هي النتيجة وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ولو حطوا مئة قانون كتاب الله يمشي على الجميع سنة محمد من عبد الله صلى الله عليه وسلم تمشي على الجميع القاضي له نظر القاضي المسلم نبيه إذا رأى أن هذه الفتاة ليست مؤهلة ينصح وليها ينصح وليها ثم ممكن ممكن نعقد لبنت صغيرة بس ما يتم الدخول إلا بعد مدة كذا فمن الذي يستطيع أن يمنع العقد علما أن الدخول لن يكون إلا بعد مدة وقد يرى الولي أن مثلا الآن على وشكل مثلا هو يحس بدنو أجله والبنت هذه صغيرة وخشية أنه بعدين سير فيه ضيع فرأى يعني إنسان صاحب دين وقال ما رأيك أن أعقد لك على ابنتي والدخول يكون إذا أطاقت الدخول هذه مهمة إذا أطاقت الدخول بس أنا أضمن أنه بنتي صارت عند واحد على الجادة مستقيم هذه مهمة جدا قضية مهمة لا يستطيع أحد أن يحرم هذا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصير هذا سبب لإقفال مدارس القرآن طب ليش تخفى المدارس القرآن إيش علاقة قفل مدارس القرآن بزواج البنت سن زواج البنت إيش دخلوا في إقفال مدارس القرآن فأنا أهيب بأصحاب المسؤوليات والذين عندهم الصلاحيات أن يبحثوا المسألة شرعا يا أخي انظروا في أدلتها لا ما عليك من الغرب والشرق والكلام الغربي هذا ما لنا فيه علينا من كتاب والسنة ما هو الكتاب والسنة؟ طيب قضية إذا جاتوا منحة من الدولة أرض يجوز يبيعها وعليها زكاة لا يجوز أن تبيعها يا أخي إلا إذا صارت في ملكك دخلت في ملكك تماما يعني لك الآن حرية التصرف فيها أما مجرد رقم تبيع مجرد رقم؟ لا أحيانا يجي منحة وما هي مطبقة على مكان معين ما يجوز البيع؟ لأن الأرض هذه اللي أنت جاتك فيها منحة مثلا ألف متر مربع ممكن تطلع في حي راقي وممكن تطلع بر البلد فهذا مجهول وبيع المجهول لا يجوز طيب قضية أعطي مالا للفقراء فأخذه لنفسه ما يجوز يا أخي إذا أعطيت مالا للفقراء تعطيه للفقراء إذا أردت أن تأخذها لنفسك تستأذن ولو كنت فقيرا تستأذن من المعطي تقول يا أخي أنا فقير محتاج ممكن أأخذ لنفسي ولو كان هذا في إحراج لكن أحسن من الحرج يوم الدين يقول أنه يبيع خشب ويعني ممكن تأتي نساء هل يعتبر خلوة؟ إذا كان المحل له زجاج شفاف فخارج المحل يرى من داخل المحل ما في خلوة لكن إذا المحل مغلق ما في زجاج شفاف والباب غير مفتوح تصبح خلوة طبعا فهنا يحتاج مثلا أن يفتح الباب يكون فيه هناك زجاج شفاف مثلا إذا كانت النساء تأتي طيب الأخ عبد الله من ليبيا السلام عليكم عليكم السلام وبركاته كيف حالك شيخ محمد الله يحييك يا أخي هذا شخص من عليه الله بالاستقامة المؤخرا والتوبة نعم من حوالي سنة نعم وهو بدأ في قراءة القرآن على يد شيخ والآن عنده جزء عمى تقريبا ولكن في المسجد القريب منه قريب من بيته قولب منه من بعض القوم المصلين بأن يكون إمام لهم نعم وأن يعلم الأطفال القرآن علما بأن شيخه ذكاه وقال له صلي بهم وبرس الأطفال طيب طيب ولكن بعض القوم عارضوا هذه الفكرة أو هذا الشيء بحجة أنه جديد الاستقامة من حوالي سنة طيب طيب السؤال ماذا يفعل هل الشخص هذا خرص يا أخي السؤال السؤال واضح بارك الله فيك سؤال واضح هل يدرس القرآن طيب حاضر حاضر قضية أنها طلبت الطلاق لأن زوجها استعمل حشيش هذا من حقها هذا من حقها ولا اعتراض أبدا هذا صاحب حشيش مخدرات هذا كيف تطاق الحياة معه لكن دخول المحامي في مشكلة يعني الآن قضية يقول أنا أتزوجك ما يجوز يفتح مع موضوع الزواج الآن أول شيء حتى تنتهي علاقتها بزوجها بعد ذلك تخطب أما الآن يخطبها وهي عندها على ذمة زوج لازم مع محامي هذا يخاف الله وهي شوف العلاقة بين المحامي أحيانا تصبح علاقة محرمة بين المحامي ووكيلته علاقة محرمة تداخل أشياء كلام بث مشاعر والنتيجة النهائية مصيبة لابد من الحذر رفع اليدين والتأمين جارا في خطبة الجمعة لم يثبت ومطلوب من المأموم الإنصات فإذا لا يفعل أموال طائلة في الكوافرات طبعا هذه مصيبة إهدار أموال المسلمين إهدار أموال الأزواج هات سحبت منها أربعمية وخمسمية وثلاثمية مسكين الزوج راتبوا كله ثلاثة أربع عالف مصيبة فإذا لا إسراف في أحيانا تزيين يعني معقول معتدل مناسب أجرة مزينة مناسبة طيب للعرس مثلا لكن كل حفلة وكل جمعة ولازم خمسمية ريال طب من وين يدفع المسكين هذا الرأفة والرحمة التأمين الصحي هذا يتعلق بالغرر ناس تدفع فلوس يمكن تستفيد يمكن ما تستفيد وشركة التأمين تأخذ الباقي هذا لا يجوز ما يسر حتى توجد شركات تأمين إسلامية تأخذ فلوس الناس وتعوض من بعضهم لبعض والزايد ترجعوا عليهم أو تستثمروا لهم حتى يجوز نضع عندها فلابد من إيجاد شركات تأمين إسلامية إذا أنت موظف تشتغل في شركة والشركة أعطتك ميزة علاج فأنت تتعالج وأنت مالك دخل في العقد المحرم الذي أبرموه طيب قول الخطيب يعظكم لعلكم تذكرون واحد يرفع صوته بالتهليل لم يثبت بل ننصت ننصت أخذ الأجرع الكفالة المالية لا يجوز لأن الكفالة من عقود الإرفاق والإحسان والضمان كذلك وبما أن الكفيل ملزم بدفع الدين عن المكفول فإذا أخذ منه وصير ربا إذا كانت الكفالة من هذا النوع يعني كفالة غرمية إذا قالت كفلني كفالة غرمية وأعطيك هذا فلوس ربا الأخ محمد من سوريا تفضل أهلا السلام عليكم عليكم السلام تختصر يا أخي كيفك شيخا تفضل يا أخي تفضل أنا عندي محل تصوير أي أشهر الحكم الدين منه بجوز القلافي أو قرات القرآن طيب طيب الله يبارك فيك من الله عليه بالاستقامة يا أم ولا مانع من ذلك محل التصوير يجوز الصلاة فيه ولكن يا أخي لا تصور إلا صور الحاجة إثبات الشخصية في الأوراق الرسمية إثباتات وأما التوسع في التصوير طبعا فلا دراسة المقامات أخيرا المقامات طريقة المغنين في الأداء الصوتي فالذي يدرس مقامات معناها أنه يدرس دور ما في فاصل إلى آخره ونحو ذلك هذه طريق الغنى وطريق الغنى لا ينبغي المسلم أن يسلكه وقراءة القرآن على مقامات الغنى بدعة محرمة أيها الأخوة والأخوات وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة